ومشاهدين الساعة تسعة دلوقتي موجز الأهم وآخر الأنباء مع ليندا تفضل يا ليندا شكرا بساند التسعب بتوقيت القهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلن الجيش الروسي أنه يحاصر مدينتين رئيسيتين في جنوب أوكرانيا هذا وقد شهدت آليات عسكرية روسية في خاركيف وصمع دوي لإطلاق النار وقالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تتقدم على عدة محاور في أوكرانيا وإنها أسقطت ثماني مقاتلات أوكرانية وإحدى عشرة مروحية يعقده مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم حول الأزمة الأوكرانية ومن المقرر أن يصوت المجلس على دعوة لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا لمناقشة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا ويأتي طلب عقد الجلسة بشأن أوكرانيا بعد أن استخدمت روسيا حق النقد الجمعة لرفض مشروع قرار لمجلس الأمن كان من شأنه أن يدين الهجوم الروسي دعا رئيس الوزراء البريطاني بارس جونسون ورئيس الأوكراني فلاديمي زيلنسكي إلى فرض عزل تام لروسيا دبلوماسيا وماليا وخلال اتصال هاتفي رحب جونسون وزيلنسكي برغبة الدول الغربية في استبعاد موسكو من نظام سويفت المصرفي بحسب ما أعلن داونينج ستويت هذا وأكد الزعيمان أن الرئيس الروسي فلاديمي بوتين يواجه مقاومة من أوكرانيا أشد مما توقع قالت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا أن القوات الروسية فجرت خط النبيب للغاز الطبعي في مدينة خاركيف ونشرت خدمة الاتصالات تسجيلا مصورا للانفجار ولم يتضح للفور مدى أهمية خط الأنبيب وما إذا كان التفجير قد يعطل شحنات الغاز خارج المدينة أو البلاد أكد قصر الإليزي أن فرنسا سترسل أسلحة دفاعية ووقودا إلى أوكرانيا مضيفا أن باريس ستتحرك أيضا ضد وسائل الأعلام الروسية التي تبث مواصفها بالمعلومات المضللة عن العملية العسكرية في أوكرانيا قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوسب بورال إن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون اليوم الأحد في اجتماع عبر الفيديو اتخاذ إجراءات إضافية لدعم أوكرانيا وضد العملية الروسية وأضف بورال في تغريدة عبر موقع تويتر أنه سيقترح مجموعة من المساعدات الطارئة للقوات المسلحة الأوكرانية لدعمها في قتالها أعلنت روسيا إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لادفيا ولتوانيا وأستونيا وسلوفينيا وذلك ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول لمعاقبة موسكو على مهاجمتها أوكرانيا وقالت وكالة طيران المدني الروسية في بيان إن هذا الحضر سينطبق أيضا على رحلات الترانزيت التي تسيرها الشركات المعنية عبر المجال الجوي الروسي وكانت روسيا قد أغلاقت السبت مجالها الجوي أمام الطائرات المرتبطة ببلغاريا وبولندا والشيك بعد قرار مماثل اتخذتها هذه الدول ضد الشركات الروسية قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة غير معلومة الهوية باتجاه الشرق مرجحة أنها أحدث تجربة صاروخية تجريها جارتها ويأتي ذلك بعد شهر من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى من طراز هو سونجا 12 وهو أكبر سلاح يتم إطلاقه منذ عام 2017 في اختبار اختتم شهرا شهد إجراء عدد قياسي من التجارب على صواريخ معظمها متوسطة المدى في يناير الماضي أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 1200 متعاف من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه مراعية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 410 948 حالة وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى أنه تم تسجيل 1743 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتخوراته لافت إلى وفاة 35 حالة جديدة نهاية منجزة التسانع والاستكمال الباقي فقرات صباح خير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر